الكوليفاريس، الكوليفيون الكوليفيون هو اسم الأباء الهدوئيين منذ القرن الثامن عشر في كنيستنا الأرثوذوكسية أكثر من حالة أعطيت اسماً من باب الهزء ومن ثم صار الاسم ثابتاً ومعروفاً أهم هذه الحالات هو القديس سمعان اللاهوتي الحديث الذي سماه أعداؤه إكليريكي والبلاط لاهتياً من باب السخرية لكن الكنيسة عادت لاحقاً وثبتت الاسم جعلة هذا القديس واحداً من ثلاثة فيها أما الحالة الثانية فهي الأباء الكوليفيون وقد سماهم أعداؤهم بهذا الاسم نسبة إلى الكوليفا وهي القمح المسلوق الذي يقدم في تذكرات الموتى أو أعياد القديسين مزيناً وممزوجاً بعدة أشياء تاريخهم قصة الكوليفيين تعود إلى سنة 1754 في دير القديسة حنة في جبل آثوس فقد كانت كنيسة الدير تخضع لبعض التصليحات ولم ينتهي العمل بها قبل يوم السبت فلم يقم قداس واقترح بعض الرهبان نقل ذكرانية الموتى التريساجون إلى الأحد سبب آخر أيضاً استدعى بالنسبة إلى الوعد نقل ذكرانية إلى الأحد وهو أن السوق الكبير الذي كان يقام في كارياس عاصمة الجبل يوم السبت فكان من الأنسب لرهبان دير قديسة حنة بسبب بعد الدير عن العاصمة أن ينتهي من القداس باكراً ليلحق السوق رفض أغلب الرهبان نقل الذكرانية لأن يوم الأحد بحسب التقليد الشريف هو يوم قيامة السيد بينما يوم السبت مخصص للأموات أطلق اسم الكوليفيين على الذين رفضوا الذكرانيات يوم الأحد فيما بالمقابل انطلق الكوليفيون إلى التغيير أو المطالبة بالتغيير والعودة إلى التقليد في كل الأمور التي لحقها الخروج عن التقليد أو الضعف عدد من الكوليفيين تعرض للإضطهاد من قبل الأرثوذكس أنفسهم بسبب التأثير الغربي الذي كانت كنيسة القسطنطينية تحته سواء بسبب حركات الاقتناص أو بسبب تأثير العلوم والتربية الغربية على الذين كانوا ينضمون إلى الجماعات الموجودة في الغرب والمفقودة في الشرق لكن الأمر لم يبقى على ما هو إذ إن الكنيسة في وقت لاحق كانت تعيد إلى هؤلاء الأباء حقهم على غرار ما جرى مع القديس جريغوريوس بالاماس لأن تعليمهم كان ينتشر وكانت النعمة تجد من يحمله أهم الأسماء أبرز الأسماء من الكوليفيين هم نيوفيتوس الكابسو كاليفي الذي يعتبر منشئ التيار والقدسون نيقوديموس الآثوسي جامع الفيلوكاليا وقزم الإيتولي ونيكولابلاناس ونيكتاريوس أسقف المدن الخمس وخريستوفوروس أرتا أغابيوس القبرصي الذي نقل التعليم إلى جزيرته يعقوب البيلوبونيزي بارثينيوس كاتبسير القديسين باييسيوس الخطاط ديونيسيوس سياتيستي مجدد دير الفاتوبيذي ويروثيوس الأب الروحي للبروتاتون في الجبل المقدس وبييسيوس فيليشكوفسكي الذي حمل هذا الفكر إلى رومانيا وتلميذه جوارجيوس تسارنيكا الذي حمل هذا الفكر إلى أديار مولدافيا وصفرونيوس فراتسيس في بوخارست وانتيباس المولدافي الذي أوصل هذا التعليم إلى دير بلعام في فنلندا ملاحظة يمكن أن يظهر في الأيقونة العديد من القديسين اللاحقين كنيكولاس بلاناس ونيكتاريوس أسقف المدن الخمس وسلوان الآثوسي حتى أن بعض النسخ الحديثة من هذه الأيقونة تضم القديسين بورفيريوس وبييسيوس وذلك لأن الكوليفية صارت صنول هدوئية وكل الذين اهتموا بالحفاظ على التقليد وأحياءه هم من الكوليفيين ترجمة نانسي قنقر